طيب هنروح لرفع الأسقال كده أخبارنا لداخل الجنانية دي أهلية خلصة هنروح لأخبار المحلية وأبرزها عمر رمضان مديراً فنياً لمنتخب مصر رفع الأسقال رفع الأسقال اللعبة اللي احنا كلنا حطين عليها أمل في باريس عشرين وعشرين مجلس دارة اتحاد رفع الأسقال برئاسة محمد عبد المقصود قرر تعيين عمر رمضان مدير فنياً لمنتخب الوطن الأول ويعاونه كل من علي عطية وأحمد فرغل وابراهيم الخولي كمدير إداري وكمان عين المجلس إسماعيل السنوسي مدير فني لمنتخب السيدات وهيعاونه كل من محمد عثمان ومحمد طنطاوي وعادل سليمان مديراً إدارين وعلى مستوى المنتخب الشباب أو منتخباي الشباب والناشئين قرر المجلس تعيين محمد عيسى مدير فني ويعاونه محمد حسني وأحمد محمد منتخبنا كان شارك من طورة العالم الأخيرة والتلعبت في أسبكستان وحققنا فيها ثلاث مدليات بس كانوا كلهم من نصيب نعمة سعيد واللي كانت حقاية اتنين دهب واحدة فضة نعمة سعيد إن شاء الله ماشي على الطريق الصحيح بس أنا خلينا أقول لكم حاجة أنا يعني متابع الأسماء اللي أنا شايفة دي وراء ما حضركم أغلبها جديد أغلبها دم جديد دخل على الاتحاد واضح أن الاتحاد الجديد اللي جاي سياسته بأمانة أنه عايز يأمل اختلاف اختلاف للأحسن أكيد بس ده هيدل علي نتائجه مش هنقول بطولة العالم دليل لأنه ألحقش الاتحاد يعني كانت فترة قصيرة جداً واللعبة كانت في أسبكستان إنما هيبان إمتى بقى إذا كان إن شاء الله الدنيا ماشي كويس أو لا؟ هيبان بعد سنة من الشغل آه بعد سنة بطولات اللي جاية آه اللي جاية وسنة هيباني الشغل طب ليه إحنا دايماً رفع الأسقال معنا لأن اللعبة دي على مدار التاريخ هي لعبتنا الأساسية أو من أحد الألعاب الأساسية اللي بنجيب فيها مدليات في الألمبياد مصر تستحق ترتيب جيد في جدوى الألمبياد وأنا مؤمن بدا وهفضل مؤمن بدا ولما يتحقق أقول لكم إمانة كان فعلاً مصر تستطيع عندنا بنية تحتية بشرية عندنا بنية تحتية على أعلى مستوى دلوقت بتتعامل في العاصمة الإدارية في الوقت اللي كان يمكن لستاد كان فتح عليه سنين طويلة إنما دلوقت عندنا بنية تحتية نهاردة إحنا بنتكلم بنقول والناس بتقولوا أخبار بتروحوا تيجي إن مصر تستطيع تنظيم الألمبياد كلام ده كله مجاش من الفراغ لازم الكلام ده يكون بالتوازي معه تحقيق نتائج لازم شوقت إخلاص من الاتحادات عمل دقوب في الاتحادات نجحت إنها تعمل نتائج زي اتحاد السلاح مثلاً عمل نتائج مزهلة فإذن الاتحادات محتاجة تركيز لأن مصر الحقيقة تستحق الأفضل بلدنا بلد كبيرة بلدنا بلد تستحق لارتداء قميص منتخب مصر شرف لا يعلمه يعني الكثيرين شرف يعني كبير جداً أنت تلبس منتخب تشارة منتخب مصر وتدخل تابوره عرضه لحاجة حاجة يعني محترمة جداً أتمنى كل التوفيق طبعاً لأبطالنا إن شاء الله